طبعا لا يسعني انه لما منتكلم عن يعني لماذا يبغض العالم المسيح انت ذكرت عدة اسباب لكن انا عاوز بس اشدد على واحدة من الاسباب اللي فعلا لفتت انتباهي اللي هو الكتاب المقدس بسميه روح ضد ضد المسيح هذا الروح اللي بيعمل في ابناء المعصية وهذا الروح لا يقبل ما لروح الله وهذا الروح اللي عم بيجند جنود اما عن طريق البدع والهرتقات وعن طريق الاعمال السحرية وعن طريق كل الضلالات والالحاد حتى ايش يحاول انه يعني يضغط على الرسالة المسيحية ما تكونش مؤثرة وما تكونش فيها انارة للاخرين فانا بشكرك فعلا من كل قلبي اتشرفت بالوجود معاك حبيب ربني باركك لانك وضحت هذه الامور وانا كمان بحب ادعوك في هذه اللحظات الاخيرة انه فعلا يعني بعد قليل جدا سيأتلات ولا يبطئ الرب جاي عن قريب وعاك تفكرها ان لعبة حبيت ولا ما حبيتش يعني يمكن العالم يقولك I don't care لا قبالي بهتمش يعني شو ما عملت وشو ما امنت بس عاوز اقولك شيء مهم انه الله بهتم وبهتم في كل كلمة بتقولها اعلن محبتك اليوم اعلن سيادة المسيح على حياتك اليوم سلم حياتك وارجع اليه الرب يباركك اشتركوا في القناة